اشتركوا في القناة والتي مكنتها من اداء الدور الوطني في سن التشريعات وتحديث القوانين بما يتوأم والتقدم الذي تشهده المملكة وبمناسبة تشرفه وعدد من اعضاء مجلس الشورى بتسليم جلالة الملك المفدر عاه الله تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته ويده الله في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس اشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان الخطاب السامية لجلالة الملك المفدر في افتتاح ادوار الانعقاد ترسم مسارات النهضة والنماء لمملكة البحرين لما تتضمنه من رؤية ملكية شاملة وتوجيهات سديدة لتعزيز مسيرة التنمية اكد معالي رئيس مجلس الشورى ان المجلس سيستمر في التعاون البناء والمثمر والعمل الوطني المشترك مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهدف تعزيز التكامل والتشاور وتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يلبي تطلعات جلالة الملك المفدى وطموحات شعب البحرين